فهذا الموقف المهادن أنا أسميه من السيد السستاني وبقية المراجع أنه الترحيب السري على أنه ما رحبوا بس من جوه لجوه كانوا يرحبون ويقولون اعتبروهم ضيوف وما كذبوها الخبر يا ريت أكيد سمعوا الكلام لأنه صحيح ما كذبوه الخبر صحيح لا تصدر تكذيب من مكتب السيد السستاني لم يقل ذلك دائما تصدر الآن في موقع باسم السستاني بالانستجرام أو معدلوين ينشر فتاوى اليوم صادر بيام من مكتب السستاني أنه هذا الموقع مزور وليس صحيح وكل كلامه شنو قايل قايل أول الشهر مو اليوم مو تسبت اليوم تسبت مو الأحد مثلا هاي تستطيع مكتب يصدر بيانات حول الموضوع بينما واحد يجي يقول السيد السستاني قال لنا عملوهم كضيوف يطنشون ويسكتون لأنه فعلا قايلين الكلام إذا مو كان صحيح الآن خلي كذبوني خلي كذبون هذا الخبر فهذا مما عزز موقفهم السري المرحب أو المؤيد أو المتحالف مع الاحتلال من تحت لتحت رغم إنكارهم لذلك طبعا فهل كان موقفهم الأول الداعي للمقاومة في أيام صدام خاطئا ومجبورين عليه أو مكذوبا عليهم هذا الإجلس اللي عندناه البكاء أصدر قرى البيان كذب افترع عليهم أو صادرنا عنهم تقية وهل يوجد معنى للتقية في أصدار بيان علني يدعو للمقاومة وتصدي للاحتلال مو معقولة التقية مو مكان التقية أصلا وإذا كان موقفهم الوطني هذا صحيحا وثابتا الأول يعني فلماذا تغيروا ومتى تغيروا هل حصل لديهم انهيار نفسي وخوف من رد الفعل الأمريكي على مقاومة لا تمتلك الأدة ولا السلاح لأداء دورها الوطني ولذلك فضلوا المهادنة والسكوت وإذا كان هذا هو دافعهم للصمت والانسحاب من المقاومة العسكرية هذا شيء مفهوم يعني فلماذا لم يعلنوا موقفا سياسيا وإعلاميا واضحا برفض الاحتلال ومطالبته بوجوب المغادرة فورا أو بعد تشكيل الحكم الوطني بعض الأخوة قالوا يمكن صدام كان يرجع ديك الأيام طيب بعد سنة شكروا دستور وانتخابات وحكومة وطنية الآن يجب على القوات الأمريكية الرحيل فورا لماذا لم يقولوا ذلك وهل استمر السيد مجيد الخوئي من قبره يرسم السياسة المرجعية الموالية للإحتلال يعني سيد مجيد قتل في الأيام الأولى ولكن روحه وشخصيته وسياسته والاتفاقيات والأشياء السرية كانوا مسويها بقت مستمرة مع بعض الحواشي اللي حول السيد اللي هم ينفذون هاي السياسة وعلى أي حال عندنا سؤال أخطر من ذلك وعلى أي حال ما هو موقف الإمام المهدي لو كان موجودا الآن هذا الإمام المهدي تنتظر ألف سنة يملأ الأرض كسطا وعدلا بعد أن ملأ الظلما وجورا زي لما ظلم أكبر من الاحتلال لما يقع الاحتلال على العراق قلب العالم الإسلامي وقلب العالم الشيعي وشنو خلنا نصور يعني شنو موقفه التعاون مع الاحتلال يعني معقولة الإمام المهدي يتحالف مع المحتلين وهل استقى السيد السستاني موقفه هذا من الإمام المهدي وهل يعتبر نفسه نائبا عاما عنه وحاكما شرعيا معينا من قبله لقيادة الشيعة وهل يدعي التقاء به سرا فماذا يقول له يمام ميليش ماذا يقول للسيد السستاني في هذا الموضوع أم أنه يتخذ هذا الموقف الموالي أو المهادن للاحتلال يعني السيد السستاني يتخذ هذا الموقف الموالي أو المهادن للاحتلال بناء على فتوى قديمة تقول بحرمة الجهاد والعمل السياسي والثورة والمقاومة وإقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة ووجوب انتظار الإمام المهدي الغائب كما أشرنا لفتوى في هذا الموضوع وإذا كان هذا الموقف السلبي يعني الانتظار والانسحاب استراتيجيا وصحيحيا فلماذا أفتت السيد السستاني بوجوب إقامة الدولة المدنية وإقرار الدستور وإقامة النظام السياسي الديمقراطي الحالي أم أن هناك في عقل السستاني أزمة فكرية بين الاعتقاد بوجوب الإمام المعصوم بوجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله والغائب هذه النظرية المعروفة وبين متطلبات الحياة السياسية المعاصرة وموقعه هو دور شنو ودوره في فرضية النيابة العامة عن الإمام المهدي هو نائب ولم نائب يستلهم مواقف ورؤى من الإمام المهدي ولا لا ولذلك لا يدري ماذا يفعل وكيف يقود الشيعة وكيف يهملهم وكيف يخذل الأصدقاء وكيف يتحالف مع الأعداء هذا موضوع أثار ردود فعل كثيرة ونقاشات كثيرة في الحقيقة أثار